السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي الحقيقة أن لجنة اللعبين السوريين المغتربين في زياها الجديد مع الاتحاد السوري لكرة القدم الحالي اتحاد الصيد صلاح رمضان محيرة جدا وعليها علامات استفهام كيف استطاعت لجنة اللعبين السوريين المغتربين أن تقدم هذا الكم من اللعبين لكل المنتخبات السورية في هذا الوقت القياسي جدا وبتلك الجودة كيف قدمت بلال حلبوني وعمار رمضان كيف قدمت خزان عثمان وإلياس صفر وجان مصطفى كيف قدمت الآن اتنين محترفين هتكلم معاكم عنهم من ألمانيا من الدوري الألماني من البوندسليجا عدد كبير من المحترفين يمكن لأول مرة نسمع عنه يعني أنا هكلمكم النهاردة عن اتنين محترفين من الدوري الألماني من البوندسليجا محدش تكلم عنهم قبل كده وأنا أول مرة أسمع عنهم الحقيقة أن احنا لازم ننسب الفضل لشخص بعينه وهو السيد محمد عبيد الخليل رئيس لجنة المحترفين السوريين ومن قبل كان رئيس مكتب الألعاب الجماعية لدى الاتحاد الرياضي العام الحقيقة أن هذا الرجل استطاع أنه يجتازب هذا الكم من المحترفين بكل بساطة ودون ضجة ودون بهرجة ودون بسطات على الفيسبوك ودون مطالبات مستمرة هتكلم معاكم النهاردة بإذن الله عن اتنين محترفين هتكلم معاكم عن مجموعة منتخب سوريا للنشئين وعن الغريم التقليدي منتخب الأردن هتكلم معاكم كمان عن جدول المباريات وعن القائمة النهائية اللي اختارها مدرب منتخب سوريا للنشئين وتعالوا ندخل في الموضوع على طول ونتكلم معاكم عن الاسم الأول المحترف في الدوري الألماني الحقيقة أن هذا الاسم أنا لما سمعت عنه أول مرة ما كنتش مقدر قد إيه موهبته وروعته ولكن بعد ما بحثت ووجدت أنه بيلعب مهاجم خدوا بالكم إحنا قليل جدا وقلم لما نصدر مهاجمين الآن لدينا مهاجم أنا بقول لكم وأنا مش من أنصار أن أنا أكتب كده إيه عمر السومة المقبل مثلا يالي ما بحبش ده أنا بالنسبة لي كل لعب وليه شخصيته هذا اللاعب والذي يلعب فيه الدوري الألماني تحت سن 17 سنة البوندزليجا واللي من خلال الناس اللي شافته وشافت فيديوهاته واللي بكل أسف مش عندي يعني أنا حاولت أدور عليها ملقتهاش كلهم أجمعه على أنه مهوبته استثنائية مش هطول عليكم أنا بتكلم معاكم عن لاعب منتخب سوريا الجديد مونير حسن مونير حسن وتعالوا كده نتكلم سريعا عن بياناته الأساسية سنة الميلاد 2006 المركز الأساسي مهاجم أحيانا بيلعب جناح لكن مركزه الأساسي مهاجم وبالمناسبة فكرة المهاجم بمواصفات الجناح الأيمن أو الأيصر بيكون متميز أكتر بيقدر يخلص لنفسه الكورة أكتر مش بينتظر الكورات لما تأتي إليه لو هو كان مهاجم فقط الطول ما شاء الله متر واحد وتسعين سنتي يعني هيكون من أطول الناس هيكون أطول من علي الرينة كمان علي الرينة يمكن تقريبا لا علي الرينة ده شباب الأمور دخلت معاه في بعض لكن متر واحد وتسعين سنتي طول هيب يا جماعة النادي الحالي نادي فورتونا ديسل دروف أتمنى أنه نكون بنته الاسم صح أهلنا اللي عايشين في ألمانيا يصححولي لو أنا غلطاني يعني المفروض أنه هو هيمثل بإذن الله إن شاء الله الدوري الألماني تحت سن 17 سنة في البوندز ليجا النادي السابق لي وهو نادي FC فيكتوريا كولين الألماني كل من شاهد فيديوهات لللاعب من داخل الاتحاد السوري جزم بأن هذا اللاعب موهبة استثنائية اللاعب وصل والحمد لله إلى معسكر الإمارات من يومين والآن هو موجود في الأردن والحمد لله عشان يلعب بكرة أول مباراة أمام المنتخب الغريم التقليدي منتخب الأردن تعالوا نتكلم معاكم عن الاسم التاني وعن اللاعب تاني وأنا برضو متفاجئ بصراحة لأن الاسم ده أنا استضمت به مرة واحدة وما سمعتش عنه قبل كده خالص والناس اللي شافت فيديوهات اللاعب ده جزمت بأنه هو من مواهب من أحسن المواهب في العالم برضو هو بيلعب في الدوري الألماني محترف في نادي شتوتجرد الألماني تحت سن 17 سنة والحقيقة أنه إحنا لازم برضو ننسب الفضل لمن ساعده في ظهور تلك المواهبة اللي أنا نسيت أقول لكم على اسمها الكابتن أو اللاعب همام حسن محمود أو ممكن تقوله همام محمود الأستاذ يعقوب مقصي أبو إبراهيم والأستاذ شكري قومي هم اللي تواصلوا مع اللاعب وتواصلوا مع أهل اللاعب وعرضوا عليهم فكرة تمثيل منتخب سوريا وأهله وفقه من الوهلة الأولى ويعني بدون أي نقاش تعالوا نتكلم عن بيانات اللاعب اللاعب موليد شهر أربعة لعام 2006 تمانية أربعة لفين وستة النادي الحالي نادي شتوتجرت الألماني VFB الوزن خمسة وستين كيلو جرام الطول متر خمسة وسبعين سانتي والمركز لاعب خط وسط لاعب خط وسط ويمكن مائل شوية إلى صنع الألعاب يعني أنا يا جماعة لما بتكلم معاكم دلوقتي عن لاعبين بيلعبوا تحت سن 17 سنة في منتخب سوريا أنا بتكلم معاكم عن بعد سنتين عن منتخب سوريا الأول كنا بنتكلم تكلمت معاكم أكتر ممرة عن هزان عثمان وعن إليا الصفر بالمناسبة إليا الصفر تم تكريمه في السفارة السويدية ودي بصراحة لفتة تحسب للحكومة السورية وتحسب للسفارة السورية وتحسب للسويد السفارة السويدية السفارة السورية في السويد عذرا يعني إليا الصفر من الناس اللي قدموا مجهود كبير جدا جدا في هذا السن الصغير واستطاع له يتأحل هو ورفاقه إلى كأس أسيا في أوزباكستان 23 لفتة طيبة جدا بصراحة من خلال الأرقام ومن خلال الأحصائيات كلها بتؤكد أن إحنا أمام موهبة كبيرة جدا في مركز خط الوسط همام حسن محمود أمر أخير ويمكن أنا يعني من اللاعبين اللي زعلت عليهم جدا جدا روني بردقجي واضح أن قصة روني بردقجي مع الاتحاد السوري لكرة القدم كانت هي العلامة الفارق لأن اللاعب اختار وهو عنده 17 سنة أن يمثل منتخب السويد تحس كلا أن هو ادنا جرس انظار أن احنا نبتدي نتابع اللاعبة قبل كده قبل السبعتاشر سنة وهو ده اللي حصل أخيرا يا رب يعني أتمنى أني ربنا عز وجل يبعد عنهم الإصابات في الأيام المقبلة مش عايزين نمر بتجربة مشابهة زي مع بلال حلبوني الآن لدينا اتنين مونير حسن مهاجم ولدينا همام حسن محمود صانع ألعاب ولعب خط وسط متميز جدا تعالوا بقى نتكلم عن البطولة منتخب سوريا وقع في مجموعة صعبة جدا جدا وأنا شايفها أصعب مجموعة في البطولة بالمناسبة تصفيات أسيا للنشئين 2022 هي المؤهلة أيضا لكأسها أسيا 23 التصفيات كلها 44 منتخب عن قارة أسيا سواء غرب أو شرق يعني ومنتخب سوريا وقع في مجموعة مكونة من اليابان الأردن وتركومانستان والفلبين طبعا دون أن نفكر منتخب اليابان لوحده حتى بيسموه قارة اليابان المنافسة ما بين سوريا وتركومانستان والفلبين هتكون محتدمة يا سلام بقى لو منتخب سوريا فاجأنا في تلك البطولة وخد مركز أول أنا عارف أن الأمر صعب وأنا بقول لكم أن كل مباراة من دول صعبة يعني إحنا هنلاعب الأربع منتخبات دول طبعا أكيد أصعبهم مباراة اليابان دون أي أدنى شك ولكن لو قدرنا ناخد المركز الأول أنا بقول لكم أن إحنا خلاص بقي عندنا منتخب أولمبي وعندنا منتخب أول وإحنا مش قلقانين خالص وهيكون عندنا في كل مركز تلات وأربع لعيبة تعالوا سريعا نشوف جدول مباريات منتخب سوريا للنشئين وأول مباراة غدا بإذن الله هتكون مع منتخب الأردن أيضا في الأردن كما تعودنا المباراة هتكون يوم السبت 1 أكتوبر غدا الساعة التساعة مساء الثامنة بتوقيت مصر المباراة الثانية هتكون بعديها بيومين هتكون يوم السبت 3 أكتوبر الساعة الرابعة مساء وهتكون مع منتخب تركومانستان المباراة الثالثة هتكون مع منتخب اليابان مباراة سوريا واليابان يوم الجمعة 7 أكتوبر الساعة الوحيدة ظهرا في الجو الحار ده يعني عايز اقول لكم بجد انا قاعد بتكلم دلوقتي قدام الكاميرا وانا بعاني انا مش عارف ازاي هلعبوا الساعة واحدة ظهرا في الاردن يعني جو الاردن مش بعيد عن جو مصر والمباراة الاخيرة هتكون مع الفلبين سوريا والفلبين يوم الحد 9 اكتوبر الساعة الرابعة مساء على الاغلب انا مش متأكد من المباراة دي مباراة الفلبين ولكن على الاغلب هي ان شاء الله باذن الله الساعة الرابعة مساء كل المباراة هتكون تحديدا في مدينة عمان في الاردن باذن الله واحنا يعني اعتدنا خلاص انا عايز اقول لكم ان انا فيه ناس بشوفهم مع منتخب الشباب ومع منتخب الاول ومع منتخب الناشئين شخصيات كده موجودة هي طبعا يعني تعمل في الاتحاد السوري لكرة القادم بشوفها في كل المناسبات خلاص يعني انا يمكن بقترح ان احنا نقيم في الاردن مش عارف بصراحة ده هيكون حل كويس ولا لا تعالوا بقى نمسك القائمة النهائية اللي اختارها مدرب منتخب سوريا فلكو فان بورن مش عارف هو فلكو ولا ولكو يعني تخيل كده لما اقول لك بقدم لكم مدرب منتخب سوريا الانشئين ولكو يا ولكو مثلا يعني اللي انا عرفه ان حرف ال W بيتنطق في ألمانيا V هل بيتنطق برضو في هولندا V مش عارف بس عامة يعني الى الان هو ولكو ولكو فان بورن تعالوا نتكلم عن القائمة النهائية والعجيب في الامر اني منتخب سوريا للنشئين ذهب الى الاردن امبارح بالليل وعمل اول تمرين يعني سافر من الامارات للاردن نزل من الطيارة على اول تمرين تعالوا نتكلم عن مركز حراسة المرمة عندنا ثلاث حراس احمد الشيخ محمد جبارة ومقداد بدور خط الدفاع عندنا حسن المحمود عبد الرحمن العرجة واحمد خليل وجهاد الحمد وهاشم حمامي وليث السهو عندنا ايضا في خط الوسط انس دهان طبعا لعب متميز وقدم مستوى رائع في كأس العرب الاخيرة في الاردن وعبدالله بطل وعلي بيطار وممدوح وردة وعمر الصالح ايضا لاعب متميز جدا بصراحة انا شفت لمسات كتيرة وتسديرات كتيرة لعمر الصالح بصراحة يعني الحمد لله ان هو تم الاستقرار على اسمه في القائمة النهائية وعلاق الدين الهندي وعلاق ويس بالاضافة الى همام حسن محمود وعبد الرحمن العنيزي ومحمد مخلوف خط الهجوم عندنا اربعة هذه المرة مهاجمين صرحاء عندنا كوا عيسى عندنا محمد ليث البني وعندنا سليمان علي وعندنا مونير حسن انا متأكد ان انتو هتتابعوا بكرة مباراة منتخب سوريا مع الاردن عسى ان تنفك العقدة مباراة بكرة الساعة التاسعة مساء باذن الله ان شاء الله مستني اعرف رأيكم وتوقعاتكم عن مباراة الاردن ومش عارف ليه عندي احساس وانا عارف ان الناس كتير هتكتبلي في التعليقات يا عم بعد عننا احساسك ومش عارف ايه والفقل والكلام ده ان انا فقل مش كويس او كده لو الله خالص حد يقدر يقول ان منتخب سوريا للنشئين منتخب سوريا الاول عذرا خسر من الاردن عشان الفقل يا اخي ده مفيش لاعب من منتخب سوريا الاول كان بيتحرك على الارض اصلا مش عايزين نتكلم يعني اكتر من اللي تكلمناه منتخب منتهي لكن الامل في الشباب والامل في صغار السن الامل في هؤلاء اللعبين وتلك القائمة من اللعبين سواء المحليين او المحترفين بالمناسبة ممكن يكون في عدد اكبر من دول من المحترفين انا ما عرفش انا ما عرفش يعني بعتذر ليكم انا ما عنديش معلومة مكتملة هم دول الاسمين اللي انا استضمت بيهم المحترفين في الدوري الالماني تقبلوا كل تحياتي والى اللقاء الى حين مباراة سوريا والاردن غدا عسى ان تنفك العقدة محدش عارف وطبعا بعد العقدة بتاعة الاردن عندنا عقدة بعديها اليابان يعني خد بالك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته